السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مكانة البنات في الاسرة والمجتمع كيف ينظر المجتمع وكيف تنظر الاسرة لخلفة البنات لعند البنات هل هو معزز مكرم منعم ام ان العادات والتقاليد تفرض علينا رؤى واحكام اخرى نحن دستورنا الذي نحتكم اليه هو الاسلام وربنا عز وجل جعل للبنت في هذا الدين العظيم جعل لها مكانة سامية ربنا عز وجل اعتبر ميلاد الفتاة فرحة كبرى وبشارة عظمى وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خلفة البنات رحمة وعطف الهي وكرامة ورزق وفير لان البنات هما ريحانات الحاضر وامهات المستقبل البنات هن نساء المستقبل يقومن بتربية الاجيال وهن صانعات الابطال لهذا كتب احد الادباء الاسلاميين يهنئ صديقا له بمولودة هذا الصديق بشره بان الزوجة وضعت له شتات انت فكتب له يقول اهلا بعطية النساء وام الدنيا وجالبة الاصهار والاولاد الاطهار والمبشرة باخوة يتصابقون ونجباء يتلاحقون كلام طويل هكذا يعبر فيه ان الفتاة لها مقام ولها مكانة رفيعة ويكفي ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعظم شأن البنات حتى انه لما بشر بانه قد رزق بانتا وكان جالسا مع صحابته في المسجد جاء احد قال يا رسد الله لقد رزقت بفتاة بانتا فنظر الى وجه اصحابه فرأى الكراهة فيهم قالوا هذا نبي واعطاه الله تعالى ولد انتا فقال ما لكم ريحانة اشمها ورزقه على الله عز وجل ومن تم كان النبي الكريم افضل الخلق وازكى البشر وخاتم الرسل كان لديه اربع بنات زينب هي اكبر بناته ثم اعطاه الله تعالى رقية ثم اعطاه الله تعالى ام كالتوم ثم اعطاه الله تعالى فاطمة حتى كان يقال عند علماء الحديث والسيرة وكان صلى الله عليه وسلم ابا البنات كان يلقب باب البنات اعطاه الله للذكور ثلاثة القاسم وعبد الله وابراهيم وقد ماتوا وهم صغار فمكانت البنات عظيمة وكثير محاسنها حتى ان من يطالع السنة النبوية الشريفة سوف يرى مدى الاهتمام البالغ الذي اولاه ربنا سبحانه وتعالى ورسول الاسلام لهذه الفتيات والبنات حتى ان علماء الحديث الاعلام والفقهاء الكبار لما كتبوا كتبا في الفقه والسنة افرضوا ابوابا مستقلة في كتبهم في شأن البنت من ذلك ما ذكر المحدثون قالوا باب كراهة كراهة البنات باب كراهة كراهة البنات وباب استحباب طلب البنات وإكرمهم باب تحريم تمني موت البنات لأن هناك من يتمنى موت بناته فقالوا باب تحريم تمني موت البنات وقالوا باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفق عليهن اكثر من الصبيان وغير ذلك فالحمد لله الدستور الذي نرجع إليه وهو القرآن الكريم والسنة النبوية عظموا شأن البنات حتى إن الله تعالى منذ أن سطع فجر الإسلام قام بالنهي عن تقاليد وعدات الجاهلية الذين كانوا يكرهون إن جاب البنات فنزل قول الله تعالى في كتابه العزيز وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مثالا ساطعا للعناية بالبنات كان يحبهن وكان يودهن تروي أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة في قيامها وقعودها فاطمة كانت أشبه بوالدها قالت وكانت إذا دخلت على النبي الكريم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه هذا سلوك حضاري إذا رأينا أب معاصر أب متقدم في الفكر متحرر في الرؤية وقام بهذا العمل نقول هذا تقدمي سيدنا النبي كان صباقا لذلك ابنته فاطمة إذا دخلت عليه وهو في مجلس كان يقوم لها ويقبلها ويعانقها ويجلسها في مجلسه وكان صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب الناس يا أيها الناس اللي عندوا البنات اتهل فيهم كان يقول نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات وكان صلى الله عليه وسلم يوبخ ويعاتب من يكره البنات مرة جاءه رجل وجلس في مجلسه فأخبر بأنه رزق بالمولود فتاة فتغير وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصابك يا فلان قال خرجت والمرأة تمخض في المخاض فأخبرت أنها قد ولت بنتا جارية فقال صلى الله عليه وسلم أبشر الأرض تقلها والسماء تضلها والله يرزقها وهي ريحانة تشمها فتغير فكر الرجل ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يمحي الفكر والسلوك المنحرف والخاطئ في قلوب الناس وعقولهم كان أحد الرجال عنده بنات كثيرات تبشره النبي الكريم قال لهم من كان له ثلاث بنات يأويهن ويرحمهن ويكفلهن واجبت له الجنة البته وكنا له حجابا من النار ثلاث بنات ربي أعطاك البنات ثلاثة في رواية أو أخوات مات الوالدين وترك لك الأخوات يأويهن ويرحمهن ويكفلهن واجبت له الجنة البته وكنا له حجابا من النار فقم صحابي وقال واثنتان ثم قال أحدهم وواحدة قال أي نعم وواحدة أما من عنده أربعة وعنده خمسة وعنده ستة وعنده سبعة وهناك من عنده أكثر من عشرة فهذا سيكون سيد القوم وسوف يكون منعما مكرما البنات أيها الأحباب الكرام ربنا لما ذكر أنه هو الوثاب وذكر السياق الإنجاب بدأ بالبنات يهبوا لمن يشاء إناثا ثم قال ويهبوا لمن يشاء الذكور ثم قال أو يزوجهم ذكرا وإناثا إذا رجعنا إلى الأمثال الشعبية والثقافة الشعبية الناس أحيانا لهم آراء مختلفة منهم من يكرم البنات ويعرف فضل هذه الكائنات ويسعد بهم ومنهم من لا زال إلى عصرنا هذا بعد مرور خمسة عشر قرنا من تاريخ الإسلام لا زال يردد آراء جاهلية ما قبل الإسلام يرفض خلفة البنات ويشيء لهم ويؤذيهم هناك الصلحاء يعتبرون بأن الفتاة هي مصدر رزق للأباء حقيقة أن من بكر بالبنت الله يعطيه الرزق فالبنت ربنا زادها في ويلتها رزقا مضعفا لاحظوا كل من عنده بنات تجدوا بأنه منذ أن يرزق بالبنت والله تعالى يفتح له باب الرزق حتى قالوا في المثل الشعبي أبو البنات مرزوق أبو البنات مرزوق وقالوا البنات رزقهن في رجلهم أو في الرجلهم البنات رزقهن بالدريجة كالبنات رزقهم في رجلهم ثم إن البنات هن أكثر حبا للأباء من الصبيان البنت كتبغي بها وكتبغي ما أكثر من الولد الولد دائما عنده مطامع يريد مال ولعب ويريد كذا لكن البنت تحب الأب خصوصا والأم من غير طمع ولما يكبر الأب والأم ترى بأن هذه البنات يتحولن إلى ممرضات وإلى وصفات ويقومن بالخدمة خدمة عظيمة عناية مركزة للأباء والأمهات الولد قد يأتي بين الفين والأخرى ويطل يطل على العائلة ثم يرمي بعض الأموال أو يأتي ببعض المتاع وينصرف مشغول لكن البنت من الصباح إلى المساء وتبيت الليلة كله تعطي الدواء إذا مرض الأباء وإذا قدر الله تعالى ومات الأب أو الأم أكثر من يحزن هم البنات يحزن كثير حتى قالوا في المثل الشعبي لما عنده ابنات ما عفوه الناس باش مات أو إمتى مات لأن البنت كتحزن كتر من الإبن وكتكون مطلعة على كل شيء ولكن رغم كل هذا كتبقى في التقافة الشعبية أن الناس يفرحون بالولد أكثر من فرحهم بالبنت لأنهم يعتبرون بأن الولد هو السند عند الحاجة وخصوص النساء الأم ملكة ولد الولد كتقول لك ربما كتشعر بأنها صارت محمية لأن الولد يحمي الإسم العائلة ويحمي الإرت من دخول الأبناء العمومة أو الأعمام وحتى الرجل لما ترد له المرأة ولد تصبح كلمتها مسموعة يعني ولدت الراجل وكتعود حامية نفسها كيقولوا في المثال إلى جاني ولد إن شد ظهري وانسند إذا أنجبت ولد إن شد ظهري وانسند وكيقولوا بأن أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط يعني كي نعي على أن البنت يا الله كتحميك بخيط ولكن الولد كيحميك بحيط يعني القوة ويقال بأن الأم كتحمل مسؤولية للبنات حتى الممات ديما خيف عليهم الشرف ديانهم عندك شي واحد يعبت بهم كتبقى ديما خيف عليهم احتملك يتزوجه كتبقى دائما مروع وش الراجل غا يصدق ولا ما غا يصدقش وش غيق عليها كده وكده فالأم تحمل مسؤولية البنات حتى الممات وكيقولوا في المثال هم البنات للممات هذا كلام طويل ربما عندكم في حياتكم وتسمعونه ويردد كثيرا ونحب أن نسمع منكم آراءكم أيها الأحباب الكرام البعض ربما كيحرص على أن الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية بعض التقافة الشعبية عدنا بعض الأباء وأولياء الأمور كيته الله في البنت وكيحسن لها غير في الجوانب المادية يعني كيوفر لها المأكل والمشرب والملبس ولكن يغفل عن جوانب العطف والحنان وكينسى بأن هذه البنات كثير من الرجال كثير من الأولاد عندهم حاجات قلبية ونفسية كيبغيوا من الوالدين ديالهم يجلسون معهم وكيبغيوا يتبسم له بالأب ويتحدث إليهم وينصت لكلامهم وعاد يشوف المشاكل ديالهم الجوانب العاطفية كتبغيها الفتاة الصغيرة كينبعد العائلات كيغفلك يقول لك أنا كنوكلها ونشربها وكنلبسها وسف انتهى دوره لهذا لما كالقوا بعض البنات في الشارع ضحك عليهم بنات بنات حائلات كتقاش واحد ضحك عليهم وكيقول لك فقدت شرفها أو أكل أموالها أو عابت بها اشنو السبب السبب الرئيسي هو أن هؤلاء البنات قلبوا على الرعاية والمحبة في بيوته أبائهم ما وجدوهاش وخرجوك قلبوا على شكل يعطيهم الحنان ببراءتهن تم استرياضهن من طرف ذئاب واعتدوا على شرفهن وأخذوا أموالهن وعابتوا بهن فيما كتلقى الشيبنت هاكو شرفها وفي حياتها اعلم بأن خلفها أنها هي ضحية لم تجد الصدر الحنون لم تجد الكلمة الطيبة كانت تبحث عن من يتبسم لها كانت تبحث عن من تحدثه ويحدثها وينصت إليها كانت تبحث عن من يواسيها ما لقات خرجت على بركة قلب استضه بعض الذئاب وفعل بما فعل ثم رماها كان بغينا أكدوا أيها الأحباب الكرام بأن البنات عندهم وحد الحرمة عظيمة وعندهم وحد مكانة سامية عند الله تعالى أبغينا مصلح في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا نظرة إلى البنات وأيضا النظرة إلى أم البنات لأن البعض كما يسيئوا للبنات يسيئوا إلى أم البنات مع العلم أن المرأة أم البنات هي مرزوقة وبناتهن مرزوقات وسولوا شاملوا عند البنات أتلقى بأن الرزق فضع عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل البنات وأم البنات وكنا واحد دراسة قاموا بها بعض الأسيويين المتخصصين في علم البيولوجيا إلقوا بأن العمر دي الأم البنات العمرها أطول والصحتها أفضل المرأة التي تولد البنات تلقى الصحة ديالها قوية تلقى دائما قوية وعند الصبر وعند الجلد والعمر ديالك يكون طويل علاش؟ لأن عند الهرمون الأنتوي الذي يفرزه الجنين الأنت من الذي يكون جنين الأنت يفرز أحد الهرمون يعطي القوة وكي ينطول في العمر وكي يقوي المناعة بخلاف المرأة التي تولد الذكر كي يكون عندها هرمون تيستيسيرون الذكاري معروفة للهرمون أنه يقلل من فاعلية جهاز المناعة وكي يجعل المرأة عرضة للأمراض وكي يخليها عصبية عصبية ومتوترة وأحيانا متسلطة وعنيدة وهالتسلط والعنات يخلق لها مشاكل مع أسرة ديالها والعائلة من ثم كانوا يقولوا العلماء هنيئا لأم البنات هنيئا لأم البنات وبغينا انشاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام نقش معكم هذا الموضوع أكيد عندكم بنات في العائلة أو أنتنا بنات كالي فيكم تعرضت لنوع من الحرمان في طفولتها ولما كبرت كانت تنتظر أن يعوضها الزوج لكن صدمت بأن هناك زوج آخر متسلط وكان شحيح في عواطفه ولما كبر الأولاد جاءت ربما الأولاد والعائلة والإخوة غضيعتنوا بيها وكي لي ربما صدموها مرة ثالثة ورابعة وكي لي العكس كي لي عنده عنده الحظ السعيد بغنى نسمع منكم تما مشاكلكم وهمومكم غايتنا ليس هو نشر الغسيل ولا الفضائح وإنما غايتنا أن نصحح هذه الأفكار الرائجة في المجتمع وفي الأسرة ونردها إلى الدستور الأعلى الكتاب والسنة الذي يعظم مكانة المرأة ويرفع درجتها ويخلق نوعا من الفرحة والسرور والبهجة والحبور في البيت الذي تكتر فيه البنات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله